المحور ده وامشي في الاراضي الزراعية واستفهل اريدت على الاراضي الزراعية في مصر شجعت البناء في الاراضي الزراعية الكلام ده احنا مش هنعمله وقلنا وده تواجه من سنة الرئيس لن نبني ثاني على الاراضي الزراعية ومش هنعمل طريق ثاني على الاراضي الزراعية طيب انا عندي طريق موجود قريدي موجود طيب انا عايز اوسعه شوية وعايز اجدده في ارض الدولة مش في ارض المواطنين لقيت المواطنين بنيين على قلب الطريق واللي طالع بقى بيعني حاجة كده فل وطعمية وحطط على الطريق واللي عامل شوية مشتل وحطه على الطريق واللي عامل بني اجدار كده وامطلع على الطريق واللي بنا سلم ونازل في الشارع ومصطبة ونزلها في قلب الطريق واللي طالع بمعهد ولا مش عادة أقول أسماء عشان ما حد تشوفها من هنا بقى ضده ينزل كده يعمل بوابة الأول قدام وبعدين بعد كده يطلع يمينها وشمالها يبقى خد حرم الطريق واحد عامل سبيل لله في نوص الطريق يأخي ربنا يعني ربنا هيقبل الطيب عامل السبيل أنت عامل سبيل لله alligator الطريق دي الحاجات اللي ساتك شفتها لا ده اللي حتك شايفه ده ده الدائري ده اللي لسه هجي لك باقى ده الدائري لسه ده الدائري لحاتك أنا آسف لحاتك هجمتيني فيه وهارد عليك دلوقت وإنا سعيد جدا بمهجمتك وهارد عليك وإنت ترد علي وده لا يفسد لโفت خار sod Ghana بيقوله وده في الاخر puede sol clapping بلدنا بالضبط كده حضرتك تهاجمني انا جيب لك انت اللي جبت الصورة اهو انت اللي جبت الصورة اهو عشان ارد عليك بيها تكلمك عدالي دلوقتي حينك بقى في طريق الاناطر البجور الناس بنت على الطريق انا عايز اطور لكم الطريق وده مدخل مؤدات تدوير طبقات الرصف احدث حاجات عندنا وبعمل طريق وبجري ساعدوني بقى شيلوا التعديات كلكم مشين تتفرجوا وكلكم بتطلعوا كل يوم من القاهرة تروحوا البجور وتروحوا شبين وتروحوا طمطة وسايبين الناس متعدية على الطريق طب يعني تب ساعدوني طب انتوا يعني السادة المسؤولين والمختصين وكلهم محترمين على فكرة وكلهم بحترمهم وكلهم بيعملوا اللي يقدروا عليه بس احنا عايزين منهم الاكتر عايزين مصر بقى الجديدة انت سمعت الرئيس عمفتاح الشيس بالكالب مصر الجديدة مصر الجديدة ودولة جديدة فيها قوة خانون وفيها التزام وفيها انضباط ده غير بقى طبعا التكنولوجيا وكل الكلام ده ولكن دولة بالمفهوم تاني دولة قوية الغلطان يعرف انه غلطان واللي مش غلطان يقول للتاني انت غلطان حضرتك قلت الناس مش هعمل الكبر غالي ما تشيروا الحاجات دي طبعا قلتلون كده ويا استاذ احمد وحديك عدد الكلمة يا استاذ احمد لو احنا خوفنا لو خوفنا مش هنشتغل لو خوفنا مش هنشتغل احنا جينا هنا مش علشان انا اسف مش جينا عشان نتكسب ولا عشان ناخد وظيفة ولا ناخد لا احنا جينا نخلي من ناس فلازم الناس ساعدنا وانصدقني انا شخصيا وكافت رجال الحكومة وزميل كلهم احنا بنخلي من الناس واحنا مبسوطين انا باخدي متعبان ولكن انا مبسوط بتعبي عشان في الاخر اعمل حاجة الاهلي صحيح طب انا النهاردة عايز اخدم اهلي طب ساعدوني بقى يا اهلي طب ساعدوني يا سادة النواب طب ساعدوني يا مختصين في المحافظة شيلوا التعديات دي رجعوا الناس المتعدين للطريق اللي متعدي هم سامعينه اللي متعدي لو سمحت من نفسك من غير ما حد يجيب لودر ولا بولدوزر وشيل لك التعدي بتاعك شيل التعدي بتاعك لو شلت التعدي هتلاقي الطريق بقى ثلاث حرات وثلاث حرات وطريق نقدر نوسعه وبنوسعه دلوقتي وعلى فكرة بعد الكلام ده استجابه انا بس باشكرهم من خلال حاضراتك كويس بعد الكلام ده استجابه كويس طبعا لما قلتولهم كده قلتولهم انا مش هعمل كباري ومش هعمل حاجة في المنوفية إلا لما استعادلهم الاول منزول الإشارات اللي على الطريق منزول التعديات اللي على الطريق قالوا بس الكبر ايه و الكبر قلتلهم يعني انتو لو尊ع تعرفين ان الكبر واقع وعايزين نعمل لكم الكبري تم استخدامه الأول هلما شالوا هنعمل لهم إيه شالوا بقى أنا وهم بمجرد أن هم بدأوا يتحركوا سادة النواب المحترمين نواب البجور والمنوفية كلها كانوا معايا بدأوا يتحركوا واتكلموا مع الناس والسادة المحافظ المحافظ الكف المتحرك التريعي للإستجابة إدى تعليمات لأجلس الحكم المحلي المراكز القروية والمحلية والكلام اللي موجودين عنده وبدأوا فعلا يشيروا الإشغالات على طول حتى شايف ده مشتل احنا بنوسع جنب المشتل اوه طب المشتل ده لو رجع 2 متر وراء شوية في الأرض مش يحصل حاجة وخاصة ان هو معمول على قلب الطريقة انت شايف احنا شايلين بالحفار 2 متر ووستعناهم عايز اوسع كمان 2-3 متر يا أخي ما تحرمنيش انها أخدمك بس دي مش أرضه أرض الناس يا فندم مش عايز أقولك دي أرض الدولة كلها هم سامعيني الأرض من البر الغربي للرياح حتى الطريق ملك الدولة مش أهالي يا فندم روح ريازة زراعية يا فندم خلهم هم يردوا عليها دلوقتي هاي هذه كلها أراضي زراعية وأراضي طرح نار هاي أو اللي محصورة بين الشرط الغربي للرياح وبين الطريق مش عايز أقولك الله معظمها أراضي الدولة نعم اتفنع عليها طب اللي هناخد منه مترين ثلاثة هندينه فلوس ولا هنسيبه هندينه فلوس ليه بقى تقني أرض الدولة نعم هدينه ليه فلوس قولا واحدا نعم أرض الدولة لا يعود عنها آه لو هي أرضه بقى ملكه وماه حجة وياخد منه عشان أعمل طريق ليهم آه وهيفيدهم هم برضو أتفعله أنا كدول لأن ده التزامنا كدول طب هنوسع أديه الطريق ده الطريق إحنا اللي وقت إحنا بنوسعه وتقريبا حارة آه علشان يبقى طريق مززوج رايح جاي وفيه إنه جلس في النص وفيه إنه جلس على اللجناب بنعملوا معدات تروير الأسفل للأسف جايز مش صلعة دلوقتي حاجة أحدث حاجة في الدنيا دخلت المنوفية وقرى المنوفية وحاجة حديثة وحاجة تفرح الحمد لله هاي لما روحت لما استجابوا معايا آه روحت على كبري البجور ده كبري في منتصف مدينة البجور معدل على فوق السكة الحديدة بتاعتنا آه مفيش ليه خلي بالحارتك من الكلام ملوش آه آه كبري مشاءة وسيلة يعبر المواطنين من جنوب لشمال السكة الحديدة والعكس فيه كبري صيح جوه داخل المحطة ولكن اللي جاي من برة احنا عملنا الكبري وقفلنا عشان نعدي السيارات طيب الموشيح يروحوا فين نعم لما وصلت أنا من غير ما حد يطلب مني وده وده اللي أنا زي ما نقوله لأهلينا انت من غير ما تطلب مني أنا شايف الصحة أعمله وصلت للكبري لقيت الكبري فعلا من نهار منه جزء من الباطل العلوي الكبري ده برضو أنا مش بشهر ومش بلوم حد الكبري ده اللي منفذها المحافظة ولكن هل أنا بقى كوزير اللي النقل النهاردة أجأ أقول ده المحافظة اللي منفذها أنا مليش جعوة لا هنا المسئولية هنا المسئولية وهنا المسئولية الأدبية والأخلاقية قبل الاجتماعية تجاه أهلينا وانا واخد توجيه من سانتو رئيس بكده ان ما فيش حاجة اسمها ده المحافظة اللي عاملاها وده حاجة الطرق اللي عاملاها أو حاجة السكن الحاجة اللي عاملاها على طول وأنا واقف كلمت استشاري كلمت أحد المهانسين المتخصين معايا في هيئة الطرق كان معايا في الهدل لأنسان خطوة صلاحة ومن أحسن مهانسين الكباري في مصر كلفت مكتب استشاري وأنا واقف كلمت شاركة كبيرة جدا تشغل معنا في الطريق الدائر وفي الكباري وفي محاور النيل شاركة كبيرة جدا قلتهم بكرة تكونوا موجودين في الموقع تستكملوا أعمال الأبحاث على الكبري تقدموا لي خلال أسبوع الحلول خلال شهر يكون الكبري ده تقف الكبري كله متعالج اللي عايز يتكسر يتكسر واللي عايز يتصب تاني يتصب ونرجع التاني السهار كفاة الكبري ونمشي الكبري الرابط كل البجور ببعضها طب نعمل إيه للناس المشاه اللي بتعدي مع السكة الحلول سايبينهم على طول قلتهم يتعامل الكبري مشاه يعدي كل أهلنا اللي بيعدوا السكر حديد من الناحيتين طبعا حتى تعرف أن أهلنا دايما لما بلاقوا العملية يعني سهلة شوية بيطمعوا وحقهم والله طبعا قالوا لي طب ما بالمرة بقى تعمل لنا سلم كهرباء وأصنصير لل الله للكبر المشاه تخيل ما أنا بقولك بيطمعوا بقى نعم وإحنا والله ما عندنا مانع أستاذ أحمد هتعمل لهم سلم كهرباء والله ما عندنا مانع قويس هندرس ونشوف وإزاي نأمنه أساسا وإزاي نصيّونه بعد كده لأن سلم كهربائي عشان يشتغل في الطل كده وفي الهوى هيعطل كتير وغير صين كده ولكن هنشوف له آلية إن شاء الله بإذن الله وأنا من خلال برنامج حدوطك هؤ إن شاء الله بإذن الله هندرسه ونخلص الكبر للسيارات ونعمل الكبر مشاه وندرس نعملهم إن شاء الله بإذن الله عشان الكبار السن إن شاء الله يستخدموه ويعدوا بمنتهى الأمان